يجتمع ضيوف الرحمن اليوم التاسع من ذي الحجة لأداء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف على صعيد جبل عرفات الطهر منذ طلوع الشمس وحتى غروبها وقبل توجه إلى صعيد عرفات قضى حجاج بيت الله الحرام يوم الثامن من ذي الحجة في مشعر ميناء وهو المعروف بيوم التروية وبعد مغيب شمس يوم عرفة يبدأ الحجاج في التوجه إلى مزدلفة ليبيتوا ليلتهم قبل التوجه إلى ميناء مجددا لرمي جمرة العقب الكبرى والمبيت ورمي الجمار خلال أيام تشريق الثلاث